المحور اللي يليه التجمعات التنموية واي تنمية بتحصل حقيقية لازم تبقى مربوطة بان احنا ننشئ مستقرات للأهالي اللي موجودة في سيناء وايضا للزيادة السكانية اللي مطلوبة ودي الحقيقة خريطة التجمعات اللي احنا النهاردة الدولة المصرية شغالة عليها واسمحوا لي بس حستعرض عدد منها سريعا الحقيقة الدولة انشأت 17 تجمع تنموي ودول تجمع تنموي متكامل لأهالي سيناء بحيث بيخدم الطبيعة الثقافية لأهالي نفسينا ان هو يبقى التجمع متكامل في السكن والعمل والزراعة والاستصلاح وفي كل الخدمات ولكن ايضا في سبيل التحضر وزيادة نسبة التحضر في سيناء طبعا كان اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات الاسكان وانشاء المدن الجديدة والحقيقة يمكن لقطات برضو يعني انا حابب اجيبها من مواقع المدن بتاعتنا والشكل مدينة رفح الجديدة ده الموقع اللي كان موجود في 2014 النهاردة ده الجزء المرحلة الاولى فقط من مدينة رفح الجديدة اللي جاري تحت انشاء بقية المراحل بتاعتها ده موقع فندم اسمعالية الجديدة لو اسمحوا لي هنا الفين واربعتاشر كان دي فقط القناة مع البحيرات والمنطقة دي كانت منطقة سبخات ومستنقعات وكانت هناك بعض الزراعات العشوائية النهاردة مع ازدواج القناة اتعملت مدينة الاسماعالية الجديدة بالكامل وفيه هناك توسعات اخرى للرقع الزراعية احنا بنتكلم على تنمية حقيقية بتحصل على الارض فعلا لكي تكون بحق سيناء نموذج من عملية التنمية اللي بتحصل في كل ربوع مصر ده كان موقع فندم حجر الاساس للمدينة النهاردة مع التنمية الكبيرة اللي حصرت ده جزء فقط من احد الاحياء اللي موجودة في مدينة الاسماعالية الجديدة عشان نعرف كلنا حجم والجهد اللي اتعمل عشان تتبني هذه المجتمعات في وقت وجيز منطقة الاسكان الاجتماعي في العريش منطقة جديدة بالكامل المشروعات كلها زي ما حركم شايفين تكلفة السبعتاشر تجمع تنموي كانت حوالي 6 مليار جنيه وزي ما قلت لحضركم بتتنفذ بكل الخدمات المطلوبة قرى السيادين ده نموذج للقرى اللي احنا بنعمل تطوير بدل القرى اللي كانت عبارة عن أنا آسف اقول عشش ومناطق غير صالحة للسكنة بالطريقة اللي احنا نتمنها الاهلينة بيتعمل لهم سكن لائق بالكامل ده واحد من النمازج دي تكلف الدولة نصف مليار جنيه عشان تعمل هذه النمازج ولكن طبعا ده شكل الاسكان اللي بتنفذه الدولة سواء الاسكان السكن كل المصريين في مدينة العريش او في طور سيناء بنفس الطابع والشكل والمستوى العالي اللي بيتنفس في اي حتة على مستوى الدولة كلها الحمد لله ده منطقة رسدر منطقة شرق ويمكن في اطار ايضا تطوير المناطق العشوائية كان هناك المنطقة في جنوب سيناء منطقة الروايسات المعروفة واللي بنعمل بيها فعلا السكن بديل متكامل وبننشئ مدينة متكاملة لأهلين هناك هتكون بحق منطقة مختلفة ونقلة نوعية لأهلين هناك الاربع مدن الجديدة احنا النهاردة نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير اربع مدن جديدة النهاردة بتستوعب حتى هذه اللحظة خمسين الف وحدة سكنية بتكلفة وصلت الى 18 مليار جنيه تقدر انها تستوعب في هذه مراحلها الاولى واحد ونص مليون نسمة ده يمكن الاربع مدن اللي يعني بدأنا فيهم بالفعل واللي مخطط لسه اللي حنبدأ فيها في المرحلة القادمة مدينة بير العبد الجديدة ولكن يعني عشان نشوف نمازج للصور اللي موجودة مدينة الإسماعيلية الجديدة طبعا يعني جوهرة بقت موجودة النهاردة في شرق القناة وعلى اعلى مستوى نفذتها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة يعني النهاردة فيها اكتر من 33 الف وحدة بكل الخدمات اللي على اعلى مستوى بقت موجودة النهاردة مدينة سلام في شرق برسعيد والمرحلة الاولى اللي النهاردة الحمد لله برضو شغالة على اعلى مستوى ده جزء من الاسكان اللي بقى موجود فيها بمحطات التحلية والمحاولات الكهرباء مدينة رفح الجديدة وطبعا دي المرحلة الاولى يعني اللي كان ليش شرف بتفقدها كمرحلة في الجزء الاولاني اللي حوالي اكتر من 1500 وحدة سكانية جديدة بقت موجودة